شونكم أعزائي أحوالكم عايدي هذه الأكتلاك على تربيات الأطفال أنا مو أمر فما عندي تجربة بالأطفال فما أقدر أحتيه باية على الموضوع بس اللي أأمن بي ولي أعرف بي من تربيتي أنا من تربية أهلي إلي إنه الحب مهم والحب هو أكبر هدية ممكن الأم أو الأب يعطوه للطفل مستحيل الأم والأب يكونون ممتازين مستحيل لأنه كلنا ناس عندنا أشياء زينة وعندنا أشياء موزينة عندنا أشياء نعرفها وأشياء ما نعرفها ثلاثة أربع الناس ثلاثة أربع الأم هادي يجون عندهم أطفال وما يعفون شون شي يسمون من الأطفال إن شانت البحوظ قابلة تقول لك الأم عندها مشاعر طبيعية إنه تعرف تربي الطفل هسا تجي تقارير وبحوثات جديدة تقول لأ الأم ما تعرف ولا الأب يعرف وما دي حاولون يعرفوها يتعلمون هم الطفل موجود عدهم فإحنا ما عدنا بس لها خلص شي طبيعي إنه عدنا غريزة نازم نعرف شون تربيت الأطفال بس فما نعرف نتعلم الناس يتعلمون أشياء زينة أشياء موزينة الشي المهم من كل هالمشاعر آآ دي تنطر يييي الشي المهم من كل هالمشاعر إنه نحب نحب أولادنا هذا الشي الوحيد إنه نحب أولادنا اللي معناتها اللي معناتها لما نبتشون الطفل نروح نركض عليهم ونحضنهم مو نتركهم نقولهم لا لازم يتعلمون شون هم يعيشون من واحدهم إذا يريد يلعب الطفل نبطي لك كل الاهتمام إنه أريد لعب الطفل أو الطفلة إذا يبتشون نص الليل يقولك ماما ماما أو بابا بابا أريد أحضنكم تروحون ركض عليهم ما تقولون خليهم يبتشون من واحدهم وينامون واحدهم هاي البحوثات والتقارير خاطئة كانت تقول هي تقول تركهم يتركهم هم وخليهم يبتشون عن ماما هذا يهدؤون هذا خطأ بالعكس سرعتهم تراما سرعتهم أقدة نفسية لما الأطفال يبتشون والأهل ما يركضون عليهم يروحون عليهم أوكي الحب 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 هذا أهم شيء اللي لازم نتعلمه بتربية الأطفال كيف نعطيهم الحب ثانيا الرحمة بالأمهات الرحمة الأمهات إذا أنت أم أو أنت من الزوج إلى أم مو معناتها هي رأسا تعرف كل شيء عن تربية الأطفال لا خصوصا إذا صغيرة خصوصا أن هذا أول طفل مو معناتها نعرف أنه ماكو غري زي شيء تعرف أكو أمهات سرعتهم كآبة أكو أمهات يريدون ما يريدون الطفل أكو أمهات ما يعرفون شيء يسمر بالطفل لازم نكون عندنا رحمة باتجاه الأمهات رحمة باتجاه الأمهات ونعرف أنه كل أم يراد لها مساعدة يراد لها تدريب ويسرعتهم إذا سرعتهم اكتئاب اكتئاب الأمو ما يسموه لأنه ما تعرف شيء يسوي بالطفل في سرعتها اكتئاب أوكي بدل ما نحكم عليها شون هي مو أم زينة شون هي هي شيء لازم نكون رحمين معها طيبين معها نحبها ونساعدها ترجع نفسيتها وتقوي نفسيتها على ما تقدر تلزم الطفل مرة ثانية بدل ما نقول أنه هي أم غير صالحة أوكي فلازم نرحم الأموهات لازم الأبهات يجون طريقة مو مثل التقليدية يعني جاب فلوس للأهل وخلاص الأبهات لازم همين يشوفون حب لأطفالهم حبوا يحضنوهم يلعبون وياهم الحضن 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 ما أقدر أقول لكم جيد مهم الحضن خصوصا للبيبيين البيبيات كلش مهم الحضن أوكي حضنوهم بوسوهم هذا أوكي لازم الأم والأب بيشوفون هالمشاعر لأنه الطفل إذا تربط الطفل أو تربط الطفل لأنه يعرفون أنه وعدهم أمان الحب القاعدة الحياتهم يا قاعدة الحب أوكي هذا شما يصبعتهم لمن يكبرون يكبرون الحياة تسوي بهم أشياء كل حياة تسوي كلية نبينا أشياء صح له لا أوكي سويت تعذبنا الحياة الناس يزعلون الناس يقهرون مرات الفقر مرات شي شما يكون أعتهم بالحياة إذا أعتهم قاعدة الحب إنه هاني تربيت بالحب رح هي تقدر تمشيهم بالحياة تقدر تمشي الأطفال بالحياة فإذا أنت ما تعرفي شو نسوي لأولادك أو إذا أنت ما تعرف شو نسوي أولادك كل القنون تعرفوه حبوهم حبوهم اقرؤ اتعلموا هاي التقاليد إنه لتحبوه لتحضنوهم لتبوسوهم لتخليهم يبتون هاي خاطئة أقول لكم ياها يا ناس والله خاطئة جاي بحوة جديدة قول إنه محتاجون أو الأطفال يحبوا الحضن دائما دائما خصوصا لمن بيبي حبوهم 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 إذا ما تعرفون أي شي سووا حبوهم وضطوهم القاعدة إنه الأمان أنتوا أمانين بحبنا ووراها اتعلموا اللي قدرون تعلموا ابحثوا اقروا لا تسمعون بس الأشياء التقليدية حاولوا تتعلمون أشياء الجديدة للجيجة على تربية الأولاد وتعلموا علموا كلية نكون جزء من تربية جيل جديد قوي حبي ما عنده خوف يروح الخوف من عنده كل ما إحنا كل ما أم أو أب يخلصون من العقد النفسية اللي جتيلهم من أهاليهم كل ما يكون نضمن إنه من نمر العقد النفسية على أولادنا إحنا نمرها إلطيها لأولادنا إذا ما نحلها بنفسنا فكل ما أنتوا تشتغلوا عن نفسكم وتحلون كل العقد وتخلصوا من العقد اللي أهلكم نطوكم إياها كل ما تضمنون إنه أولادكم تربون جيل جديد بأفكار جديدة بروح جديدة بحب جديد ببلد جديدة إن شاء الله وكل حبي لكم كل حبة كل 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 حبي لكم